اشتركوا في القناة والتي تبعد نحو 34 كم عن اقرب قاعدة عسكرية للجيش السوداني وذكرت بان اشتباكات اندلعت بين الجيش والدعم السريع لليوم الثاني على التوالي في حي جبرة ومحيط سلاح المدرعات جنوبي العاصمة الخرطوم مضيفة ان الجيش قصف بالمدفعية الثقيلة مواقع تابعة للدعم السريع بالعاصمة الخرطوم مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان فولكر توركا اكد خلال كلمته في افتتاح الدورة الصيفية لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ان السودان الذي يشهد حربا اهلية مستمرة منذ اكثر من عام يتعرض للتدمير على ايدي طرفين متحاربين ومجموعات تابعة لهما متجاهلين بشكل صارغ حقوق شعبهم وفي ذات السياق اعلن رئيس مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة محمد شاندي عثمان بان بعثة الامم المتحدة الدولية المستقلة لتقص الحقائق والتي انشئت مؤخرا هي بصدد التحقيق في تقارير تتحدث عن العديد من حالات العنف الجنسي والتعذيب بمراكز الاحتجاز والهجمات العرقية ضد المدنيين التي ارتكبتها الاطراف المتحاربة في السودان وحول الاوضاع الانسانية في السودان قالت منظمة الصحة العالمية التابعة للامم المتحدة في بيان لها ان التقديرات تشير الى ان ما يقارب خمسة عشر مليون سوداني بحاجة الى رعاية صحية عاجلة ومنقذة للحياة بيان المنظمة الاممية اكد ان تحديات الوصول الى المرافق الصحية وانقطاع خدمات التحصين وتفاقم انعدام الامن الغذائي تضافرت في الاشهر الاخيرة مما زاد من خطر تفشي الامراض المعدية في العديد من المناطق التي يصعب الوصول اليها مثل دارفور وكردفان